فلنا أن نتصور علاقة تاريخية عميقة متعددة التفاعلات وعلى مختلف الصعود وإلى الأمس القريب كانت حكومة العراق وشعب العراق يستضيفون ملايين الزائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبان زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام ثم استمعنا إلى مواقف الشكر ورسائل التقدير من الحيزين الديني والسياسي في إيران وهم يشكرون حكومة العراق وشعبه على هذه المواقف ترى أن يقابل موقف حكومة العراق وشعب العراق في استضافة الزائرين بأن يسائل إلى سيادة العراق وأمنه وترويع مواطنيه ترى هل جزاء هذه المواقف أن يعتدى على المواطنون في إقليم كردستان العراق وتلحق أعداد من الشهداء والجرحى نعم ليس ذلك حلا إذن إذا كان هناك ثم التحدي لابد من مواجهة التحدي بالمزيد من التنسيق المزيد من الحوار وأكرر التنسيق مع من إنه التنسيق مع الحكومة الاتحادية ببغداد لأن الملف الأمني هو اختصاص سيادي للحكومة الاتحادية إذن لا خيار إلا مع بغداد ولا خيار إلا من بغداد ولا خيار إلا بالتعاون بشكل تشاركي وليس الالتجاء إلا العمليات العدائية الاستفزازية ثم دعني أقول وبشكل صريح أن أعمالا كهذه تترك آثارا جد عميقة في الذاكرة العراقية ولدى الأجيال الصاعدة في أن تتصور هذه الأجيال طبيعة أن يساء إلى سيادة العراق وأمن مواطنيه وأن يلحق بين الحين والآخر أعداد من الشهداء والجرحى جراء ذرائعيات يتبناها طيب يا أكتونا ليس ذلك مبررا لكل ما يحدث سيادة العراق هي بالفعل مسار حقيقي على مؤسسات الدولة تأمينها وأتحدث قدر تعلق الأمر بالخارجية العراقية